تغييب علماء ودعاة المغرب من الإعلام العمومي من يتحمل المسؤولية تحت هذا العنوان نشر موقعهوية بريس مقالة جاء فيها بدل فتن في مواكبة الإعلام العمومي طيلة الأشهر الماضية التي عارفت وما زالت نقاشا كبيرا بخصوص تعديل مدونة الأسرة غيابا واضح للعلماء والفقهاء عن الإسلام في النقاش الخاص بالملف الذي هو مكافة المغاربة لدرجة أن هذا الغياب أو التغييب اعتبروا البعض حصارا مضروبا على علماء الدين في القنوات العمومية سواء في النقاش الحالي حول مراجعة مدونة الأسرة أو في عدد من النقاشات الهوياتية التي تفرد فتح أبواب الإعلام العمومي أمام الشيوخ والعلماء ليدلوا بدلوهم ويبسطوا وجهات نظرهم أمام رأي العام الأمر الذي أكده فضيلة الشيخ مصطفى بن حمزة بأنه لم توجه له الدعوة للمشاركة والإسهام في النقاش حول مدونة الأسرة في القنوات الرسمية وأن هذا واضح للجميع ولا يحتاج أي إظهار بغض النظر عن الاتهامات الموجهة للقائمين عن الإعلام العمومي بخصوص تغييب العلماء عن القنوات الرسمية يبقى من الواجب فتح الباب أمامهم في كل مناسبة ليوضحوا للناس مقاصد الدين الإسلامي في مسألة من المسائل ناهيك عن دورهم المحمود الذي يؤدونه بشكل مستمر في الحفاظ على الثوابت وبث الوعي وحث الناس على الخلق الحسن سواء داخل المساجد أو منصات التواصل الاجتماعي والمحاضرات والفعالية العلمية وما تقوم به قناة السادسة من مجهود في استضافة العلماء والشيوخ وفتح المجال أمامهم سواء عبر الدروس العلمية أو حلقات الوعظ والإرشاد أو الخطبة المنبرية أو البرامج الحوارية يدخل في باب إسهم العلماء في النقاش العمومي لكن الاقتصار على القناة الدينية الواحدة لإبراز صورة العلماء أمر خاطئ لأنه يؤكد أن باقي مجالة الحياة لا علم للعلماء والشيوخ بها ما يفرد استبعادهم عن باقي القنوات الرسمية وتخصيصا وافدة لهم عبر قناة السادسة وحدها فكلنا نتذكر البرنامج المتوقف لفضيلة الشيخ مصطفى بن حمزة على القناة الثانية دزيم الدين والناس خلال المواسم الرمضانية الذي كان تواصليا في المقام الأول من خلال التفاعل مع انشغالات المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجها على مستوى العبادات والمعاملات إذ يجيب الدكتور بن حمزة على مختلف التساؤلات الواردة في هذا المجال عبر البريد الإلكتروني للبرنامج أضف لذلك برامج دينية أخرى على القناة الأولى كبرنامج في ظلال الإسلام الذي كان يصلط الضوء على مواضيع دينية وازنة يسعى إلى نشر ثقافة الإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال بطريقة شيقة وسلسة وإبراز عمق الإسلام وشموليته وتقريب المنهج الإسلامي إلى كافة المشاهدين بالترغيب والتسامح من خلال استضافة نخبة من العلماء ومن رجال الفكر والثقافة ثم برنامج حديث الصائم يقدم على شكل مجموعة من الكابسولات اليومية يهدف إلى التوعية والتحسيس بالصيام والتذكير بالشروط والسلوكيات الموصى بها لكن عدد من المتابعين للشأن الإعلامي بالمغرب ينتقدون الطريقة المناسباتية التي يتم التعامل بها مع العلماء والشيوخ في علاقة بالإعلام العمومي والصدافة في شهر رمضان الفضيل فقط في نسيان تام للحاجة الضرورية لتعزيز الجسور بين وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية والعلماء الأجلاء ذوي الخبرة في الحقل الديني قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي